السلام عليكم متابعي دراما سبورت قائمة منتخبنا المستدعات للمعسكر الداخلي قائمة مكونة من 28 لاعب العدد الأكبر من لاعيبة نادي تشرين بي 9 لاعيبة في عدد من اللاعبين المحترفين وغياب السومة ومحمد عثمان وكمان عدد من اللاعب المحترفين يلا على التفاصيل بقائمة منتخبنا تم استدعاء أربع حراس إبراهيم عالمة من نادي الحرجلة أحمد مدنية من نادي تشرين شاهر الشاكر من نادي حطين طاها موسى من نادي الوحدة بصراحة ما بعرف إذا بتوافقوني بالرأي لكن أنا شايف أنه عدد أربع حراس عدد كبير يعني عدد كبير للمعسكر وخاص نص أنه إذا ما في مدرب للحراس يعني أعلن الكابتن سالم بيطار من حوالي شهر على ما أذكر استقالته ولهلأ ما تم تعيين أي مدرب للحراس عدا عن مدرب الحراس فكمان الكابتن ضرار رداوي تعقد مع نادي تشرين كان مساعد لنبي المعلول ولهلأ منتخبنا بلا مدرب مساعد وطني وبلا مدرب حراس وتم الإعلان عن القائمة بصراحة لازم يعني هذا الشيء أول مرة بسمع فيه إنه في قائمة من دون مدرب حراس بخط الدفاع تم استدعاء أحمد الصالح من نادي العربي يوسف محمد من نادي الوحدة فارس إرناقوت من نادي حطين وعبد الرزاق محمد من نادي تشرين ظهير اليمين تم استدعاء حسين جويد من نادي حطين عمره جنيات من نادي الكرامي أمان تم استدعاء يوسف الحموي من نادي الجيش كظهير يمين أما بالنسبة لمركز ظهير اليسار تم استدعاء مؤيد العجان من نادي الوحدة وكذلك تم استدعاء خالد كردغلي من نادي تشرين بخط الوسط في عدد كتير كبير من اللعيبة تم استدعاء ثائر كرومة من نادي الجيش حاليا كمان تم استدعاء ماهر دعبول لمحمد المرمور محمد مالطة كامل إحميشة من نادي تشرين وكمان بخط الوسط تم استدعاء أحمد الأشقر من نادي حطين محمد عنز ومحمد ريحانية من نادي الاتحاد بمركز جناح اليمين تم استدعاء محمود المواس لهلا ببلأية نادي وكذلك كامل كواية من نادي تشرين تم استدعاء ورد السلامة من نادي تشرين كجناح يسار بخط المقدمة مارديك مارديكيان كمان إسه بلأية نادي عبد الرحمن بركات من نادي الوحدة علاء الدالي من نادي تشرين عمر خريبين حاليا بنادي الهلال وكمان في إسه لعيبة إسه بخلص بظن انتهى أني موضوع خط الهجوم علاء الدالي عبد الرحمن بركات عمر خريبين مارديك مارديكيان بالنسبة للغيابات وبظن هذا أكتر سؤال حينسأل من الجمهور السوري يعني اللي تابع تصريحات محمد عثمان حيعرف أنه محمد عثمان حكى أنه صعب جدا الالتحاق بأي معسكر للمنتخب الوقت الحالي كون إذا سافر لأي دولة فالرجوع لقطر صعب جدا لازم يدخل بالحجر الصحي بسبب هذا الوباء وبالتالي أغلب اللعيب اللي حيغيبوا رح يكون بسبب نفس المشكلة الأساسية اللي عم نحكي عنها عمر السومة عمر ميداني عياز عثمان صعب جدا يسافروا لأي دولة وبعدها يرجعوا للدولة اللي بيلعبوا فيها لنفترض مصر السعودية قطر تركيا أي دولة صعب جدا ترجع من دون الدخول بالحجر والحجر أحيانا بيستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة بالنسبة للعيب المحترفين اللي الموجودين بقائمة المنتخب مثل عمر خريبين أو محمود المواس فهنن حاليا موجودين بسوريا لذلك هنن ضمن قائمة المنتخب وبالتالي يا شباب لا تعملوا للقصة يدين ورجلين ليش ما إجا السومة في مشاكل بين السومة ونبيل معلول الموضوع مانو بهاي الطريقة سبب الغياب مبرر جدا نحن حاليا بأزمة بوضع مختلف تماما عن السنوات السابقة كان في عندنا مباراة مع منتخب الكويت بـ 12 عشرة وتم إلغاء المباراة بسبب عدم قدرة المنتخب الكويتي على السفر للإمارات وتم إلغاء معسكر الإمارات فبالتالي نحن لازم نتفهم كل هالأمور ونتقبل هاي الأمور لأنه يعني عم بتصير بكل العالم وخص نص يعني بالدول الآسيوية وبالاتحاد الآسيوي وبالمنتخبات الآسيوية فالموضوع مختلف جدا عن أوروبا الصراحة يا شباب أنا ما استغربت غياب يعني محمد عثمان عمر السومة أياز عثمان عمر ميداني لكن الغريب بالموضوع أنه تم إعلان القائمة قبل المعسكر بيوم يعني هذا الموضوع بصراحة غريب جدا يعني أول مرة بسمع فيه أنه معسكر بكرة واليوم أنت أعلنت القائمة في شيء يعني غلط بالموضوع لكن قرار من الكابتن نبي المعلول علينا احترام هذا القرار أو قرار من اتحاد كرة القدم كمان علينا احترام هذا القرار لكن الاحترام حيكون موجود إذا تم تعيين مدرب للحراس يعني كيف عم تستدعي أربع حراس وما عندك مدرب للحراس أو ما أعلنت عن هذا الشيء ما عندك مدرب مساعد مكان الكابتن ضرار رداوي صلك شهر شهرين شو عم تعمل سؤال مهم وسؤال لازم يتوجه لاتحاد كرة القدم على كل حال هذا فيديو بسيط وسريع تعرفته على القائمة رح نحكي بتفاصيل عن هذا المعسكر كونوا على الموعد وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا شكرا